قد اندلاع أعمال عنف مثيرة في غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين أودت بحياة الكثير من الجانبين أصدرت البطرياركية اللاتينية بياناً دعت فيه إلى بذلي كل جهد للمساعدة في تهدئة الوضع وضبط النفس والعمل على ضمان الحقوق الأساسية لشعوب الطرفين وقال البيان إن العملية التي انطلقت من غزة وردة فعل الجيش الإسرائيلي عليها يعيداننا إلى أسوأ فترات تاريخنا الحديث وأن العدد الكبير من الضحايا سيولد المزيد من الكراهية والانقسام ويدمر أي أمل للاستقرار كما أن التصريحات أحادية الجانب المتعلقة بوضع الأماكن الدينية وبيوت العبادة تثير المشاعر الدينية وتؤجج نار الكراهية والتطرف ودعت البطرياركية اللاتينية للحفاظ على الوضع الراهن في الأراضي المقدسة وفي القدس على وجه الخصوص وإيجاد حل دائما وشامل ومصالحة كي تكون القدس بيت صلاة لجميع الشعوب